السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صراحة هناك الكثير والكثير والكثير ما يمكن أن أقوله في حلقة اليوم ولكن اعذروني رجاء أصدقائي لأن الموضوع كبير ولا يمكن أن نلخصه في بعض دقائق ولكن على الهموم سنقوم بشرح حول هذه التقنية وسنجربها وسترون ماذا روعت ما ستتعلمونه معي إن شاء الله في هذه الحلقة نحن أعزائي نعيش في عالم مليء بأمواج الرادي وأنت تشاهدوني الآن صديقي هناك الآن أمواج راديو يتم إرسالها من عبر السترايت هناك أمواج راديو ترسلها شركات الطيران والطائرات التي تمر من حولك أو بجانبك هناك كذلك أمواج راديو تطلقها طائرات الدرون هناك أمواج راديو تطلقها السيارات هناك كذلك أمواج راديو بين سيارات الإطفاء وبين كذلك نتحدث هنا عن الاتصالات بين الإسعاف وصيارات الإطفاء وإلى غير ذلك يعني أنت الآن تعيش في عالم مليء بأمواج الراديو ولكن إذا كنت من محبي اكتشاف هذا العالم أن هذه الأمواج بطبيعة الحال التي لا يمكننا سمعها أو رؤيتها بين عين المجردة هنا أعزائي سنستعمل نظام اسمه SDR أو ما يصطلح عليه بSoftware Defined Radio ماذا نقصد بهذا النظام؟ كما لاحظتم قلت نظام فهو يتكون من عدة منظومات وأول منظومة نتحدث عنها هنا هي الهاردوير والهاردوير هو أن يكون لديك حاسوب ويكون لديك ملتقط هذا الملتقط الذي يمكنك أن تجده في العديد من الأشكال وتجده كذلك في العديد من الأجهزة فمثلا في حلقة اليوم سنستخدم ملتقط من نوع DVB يعني هو عبارة فقط عن DVB أي يمكننا من التقاط التلفزة إشارة التلفزة يعني البرامج التلفزية على الحاسوب وهذا الجهاز الذي يبلغ تمنه 20 دولار تقريبا 200 ديرهم يمكنني أن أستخدمه في مثلا مشاهدة الطائرات نعم يمكنني أن الطائرات الموجودة في بلدي كلها يمكنني أن ألتقطها بواسطة هذا الجهاز وأن أتقفى آثارها وأعرف مجموعة من المعلومات حولها يمكنني بواسطة هذا الجهاز أعزائي وبواسطة تقنية الـ SDR رجاءً يمكنني كذلك أن ألتقط صور من الساتيلايت نعم أعزائي يمكنني أن أحصل على معلومات من الساتيلايت مباشرةً عن القرى الأرضية في الوقت الحقيقي نعم يمكنني أن أسمع مكالمات راديو يمكنني نعم يمكنني أن أسمعها بواسطة هذا الجهاز لأننا سنستخدم ما يسمى بـ SDR في حلقة اليوم كما قلت لا يمكن أن أشرح لك كيف تلتقط صورة من الساتيلايت كيف تسمع محادثات أو محادثات راديو كيف مثلاً يمكنك أن تشاهد الطائرات والتي تمر من يعني كل هذه الأمور لا يمكن أن أختزلها في حلقة واحدة ولكن في المقابل لكي أريكم أن هذا الموضوع يعني أو هذا العالم هو شاسح فسأريكم كيف أعزائي يمكننا نعم كيف يمكننا أن نلتقط الطائرات نعم كيف يمكننا نلتقط الطائرات بواسطة أمواج الراديو وكما ستجاهدون في حلقة اليوم فنحن سنقوم بالتقاط طائرات ونتجسس عليها تابعوني في حلقة اليوم تابعوني في هذا الشرح وإن شاء الله سيعجبكم الأمر كثيراً ابقوا معين إذن بالنسبة للجهاز من أين يمكنك شراءه؟ طبعاً إذا كنت في المغرب أو في أي دولة أخرى يمكنك الذهاب من بائع المواد الإلكترونية خصوصاً مواد الحاسوب وتطلب منه جهاز DVB أو يشرح له التقاط التلفزة عبر الحاسوب التقاط التلفزة عبر الحاسوب غير ذلك إذا أردت أن تشتريه عبر الأنترنت فأنا اشتريته من موقع eBay تذهب إلى eBay ثم تكتب DVB كما تشاهد وبعد ذلك عزائي سنكتب DVB RTL حتى نذهب إلى الجهاز مباشرة إذن كما تشاهدون هناك عدة أجهزة اختني أي واحد منها وعلى حسب جيبك على حسب جيبك كما تشاهدون هناك الكثير من الأتمينة كل جهاز بثمن أنصحك بشراء هذا الجهاز والتي سيأتيك من الولايات المتحدة الأمريكية كما تشاهدون فهذا هو الجهاز على بركة الله إذن سنحتاج كلا هذين الملفين هذا الملف ثم هذا الملف إذن أولاً للشيء ننخل على SDR install ثم install ثم بعد ذلك ننقر على انصار ونقوم بتثبيت تعريفات K أو الجهاز DVB الذي قمنا بشرائه بعد ذلك أو بعد التثبيت نذهب إلى SDShare ثم سنجد هذين البرنامجين نشغل الأول جميل ثم بعد ذلك ندخل جميع المعلومات التي تشاهدونها في الشاشة كما هي الport كما هو confidence timeout كل شيء كما تشاهدون على الشاشة ثم ننقر على start بعد ذلك ننقر على start نرجع إلى الملف الثاني هو adsb-r ندخل ثم ندخل إلى pieces software ثم بعد ذلك نذهب إلى adddsp scope double click 27 ثم نقوم بتشغيل البرنامج الأول جميل بعد ذلك سنذهب إلى navigation ثم go to town or airport هنا أريد أن تكتب اسم المدينة لا يسمى اسم البلد بل اسم المدينة التي أقطن بها أنا أقطن بمدينة مراكش إذن سأكتب مراكش ثم بعد ذلك نختارها نقر على close ثم بعد ذلك أذهب إلى network ثم network setup ثم نتوارك set up بعد ذلك كما تجدون المعلومات كما هي الآن تكتبونها تأكد من كتابة port number هذا الport number ثم لأغير local ونقر على local وحصل على هذا العنوان يجب أن تحصل على هذا العنوان بعد ذلك تخرج ثم تذهب إلى هذه النقطة هنا تنقر عليها يجب أن تحصل على معلومات مثل هذه المعلومات إذا حصلت على معلومات مثل هذه فطبيعة الحال أنت أو يعني الإعدادات هي ناجح وبعد ذلك ما يجب عليك هو فقط الانتظار إلى حين ظهور طائرات في النافذة كما سنشاهد الآن إذن أعزائي في الله كما تشاهدون هناك عديد من الطائرات التي يمكننا أن نلتقطها دائما بهذا النظام وبهذه الأنطينة الصغيرة التي قمنا بإنشائها فكما تشاهدون أعزائي يمكننا أن نلتقط مجموعة من الطائرات سواء الموجودة بالقرب من مدينة مراكش أو التي هي موجودة الآن في بعض المدن الأخرى كما تشاهدون هناك بعض الطائرات الموجودة على مستوى الرباط مدينة الرباط هناك طائرة متقدمة نحو مراكش ونحن نتحدث عن الطائرات دعونا أولا أن نذهب إلى النافذة الأخرى حيث نجد يلائحة بمجموعة من الطائرات بطبيعة الحال أي طائرة حصلنا على معلوماتها الكاملة فستظهر لنا على الخريطة نأخذ على سبيل المثال هذه الطائرة يعني سنأخذ هذه الطائرة مثلا هذه الطائرة إذن بمجرد أن نقر عليها سنجد في الخارطة عفوا أو في الخريطة عفوا سنجد علامة حمراء ننقر على هذه العلامة الحمراء حيث تؤكد لنا يعني المكان المتواجد فيه هذه الطائرة فعلى أقصى اليسار هنا سنجد مجموعة من المعلومات حول هذه الطائرة أولا نجد أن هذه الطائرة هي من المغرب أو الاندتيفيكيشن عفوا الرارام المغربة كلهم يعرفون أن الرارام هي شركة الطائرة نايشن البلد موروكو الآن ونحن نتحدد هذه الطائرة موجودة على مسافة يعني ارتفاع عفوا 27600 قدم أضف إلى ذلك أنها تمشي ب530 سيتا كنوتس يعني سرعة طائرة نوع الطائرة هو بوينغ 738 وأكد أن جميع هذه المعلومات نحصل عليها الآن عن طريق الموجات الراديو التي تطلقها هذه الطائرة وللإشارة أعزائي أننا لا نستخدم الأنترنت للحصول على هذه المعلومات كما تشاهدون لا يوجد أنترنت لا يوجد مفتاح USB 3G لا أعرف لأن هناك بعض الإخوان دائما يشككون في مدى مصدقية حلقاتي فلا يوجد شيء هنا نجد أو نبحث عن الواي فاي رجاءً واي فاي لا يوجد واي فاي كل هذا نحصل عليه عن طريق ريديو فرينكوينسي أعزائي كما تشاهدون الطائرة تتحرك في الوقت الحقيقي نجد أن هذه الطائرة ستخط الرحال في مدينة مراكوش كما تشاهدون هذه الطائرة سنحاول التقرب منها قليلاً نعم فهي ستحط الرحال في مطار مراكوش كما تلاحظون فبدأت في الهبوط ولكني نتأكد سنشيد أن هي الآن 1500 متر يعني الآن أصبحت قريبة من الأرض وهكذا يعني نحن دائماً نحصل على هذه المعلومات كما قلت في الوقت الحقيقي الآن نحصل على هذه المعلومات الآن ليس عن طريق ساتا لايت أو شيء من هذا القبيل إذن كما تشاهدون الموضوع ليس بسيط فهو خطير جداً لأننا يمكننا استخدام هذه التقنية ليس فقط مع تعرقكم الطائرات ولكن كما ذكرت في بداية هذه الحلقة يمكننا أن نستخدم هذا في الحصول على صور من الأقمار الأسطناعية يمكننا استخدامه كذلك في التنصت على مكالمة الراديو والعديد والعديد من الاستعادالات للأسف كما ذكرت في بداية هذه الحلقة أنه لا يمكننا أن نشرح كل هذه الدروس أو أجمعها لكم كاملة في حلقة واحدة لهذا إن شاء الله يمكنكم البحث أو يمكن وكذلك طرح المزيد من المواضيع حول ثقنية الـ SDR إذن إلى حلقة جديدة بإذن الله دمتم في أمل الله ورجاء إذا أعجبتكم هذه الحلقة الحصرية في الوطن العربي أنقر على الزر لايك وإذا كنت أول متابعة لك لحلقة رغيب أمين فرجاء أنقر على الزر سوبسكرايب على قناتي في اليوتيوب هناك للمزيد من المواضيع الخصرية والموجودة فقط على مدونة المحترف أو استودعوكم الله الذي لا تدعو ودائعوه وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر